أنا عارف أننا نحب الوعظات بتاعة التعزية والتشجيع والشفاء والعطاء والحاجات الجميلة دي وأنا بحب الوعظات دي على فكرة وأحب أتشجع في الظروف لكن أنا بشكر ربنا على السلسلة اللي إحنا ماشيين فيها لأنه ربنا بيعيد علينا مرة تانية مبادئ ومواصفات أبناء الملكوت عشان نراجع نفسينا عشان فيه أمور كتيرة قوي في الرحلة وفي السكة بتقع مننا وأمور بتتصرب إلينا وبنعيش كأننا مش من أبناء الملكوت وبننسى الدستور اللي المسيح حطه لنا اسمحولي أقرأ معاكم جزئين من كلمة ربنا الجزء اللي طلبوا مني أوعز عنه النهاردة من إنجيل متة أصحح 18 جزء مشهور جداً وسمعنا عنه يمكن عزات كتيرة وأنا هركز فيه بس على نقطة واحدة من عدد واحد يقول في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدع يسوع إليه ولداً وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات أقرى كمان جزء من إنجيل بردو متة أصحح 20 ومن عدد 20 إحنا إذن تقدمت إليه أم ابنية زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئاً فقال لها ماذا تريدين قالت له كل أن يجلس ابني هذين واحداً عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك فأجاب يسوع وقال لستم تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأنت أستبغى بالصبغة التي أستبغ بها أنا قال له نستطيع فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أستبغ بها أنا تستبغان وأما الجلوس عن يميني وعن يصاري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الآخرين فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودنهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبداً كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدي عن كثيرين آخر إراية معلش من مرؤس تسعة وقفتكوا وقت عدد تلاتة وتلاتين وجاء إلى قفر نحوم وإسكان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكالمون في ممينكم في الطريق فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم فجلس ونادى الإثنى عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولاً فيكون آخر الكل وخادماً للكل فأخذ ولد وأقامه في وسطهم ثم احتضناه وقال لهم من قبل واحداً من أولاد مثل هذا بإسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني أمين تفضلوا استريحة السؤال أو موضوع العزة النهاردة أو الموضوع اللي طلب مني أتكلم فيه من هو الأعظم؟ من هو الأعظم؟ وخليني أدي خلفية سريعة جداً عن متة 18 أو الجزء اللي حصل فيه الحدثة دي والحوار ده المسيح خد بطرس ويعقوب ويحنى وطلع بيهم على جبل عالي وجبل التجلي وشافوا المسيح وهي هيئاته بتتغير وشافوا معائلية وموسى ونزلوا من على الجبل وبعد ما نزلوا على الجبل المسيح كده قال لهم عبارة لما تقرأ إنجيل متة 17 وتقرأ كمان في إنجيل مرقص قال لهم كده إنه ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس ليقتلوه وفي اليوم الثالث يقوم وبعدها اتنقلوا مشيوا من الجليل إلى قفر نحوم وهم ماشيين في السكة وده اللي نقرأ في مرقص لغاية لما دخلوا البيت وغالباً ده كان بيت بطرس حصل حوار وحصل كلام وحد منهم سأل المسيح التلاميذ من هو الأعظم وده السؤال اللي أعتقد تصرب لحياتنا السؤال مش غلط المسيح ما قالوا مش السؤال غلط لا فيه الأعظم وفيه الأول وفيه المركز الأول في ملكوت الله بس الفكر اللي كانوا بيفكروا فيه مختلف تماماً عن الفكر اللي كان بيفكر فيه المسيح العظمة والمكانة الأولى والمرتبة الأولى بالنسبة للعالم تختلف تماماً عكس تماماً المركز الأول والعظمة في ملكوت الله وأنا بتخيل الحوار حصل بشكل ما لما نزل بطرس ويعقوب يحنى وهما بيتكلموا مع بعض مثلا يعني يقولوا إحنا تلاتة مميزين إحنا كنا قريبين منه جداً بيقول لنا كل حاجة بياخدنا معاه في المعاجزات الخاصة خدنا على الجبل ويمكن يكونوا هما بيتكلموا مين الأول فيهم مين الأعظم مين اللي هيكون مرة واحد مين لما يملك ويرد الملك الإسرائيل هيكون دراعه اللي مين ورئيس الوزراء وبعديه هو اللي يجي يمكن يكونوا هما كده أو يمكن يكونوا التسعة اللي كانوا تحت الجبل هما اللي بيتكلمهم مش معنى خدوا بطرس ويعقوب ويحنى هو مين هيكون الأعظم أعتقد دار حوار بينهم والكلمة اللي موجودة في مرقص وانا أصدت أقرى مرقص كانوا تتكلمون فيما بينكم المسيح لما سألهم وكأنه المسيح ماشي قدام وهم التلاميذ ماشيين من وراء عملين يتكلموا هو مين هيكون الأول مين الألفة مين اللي هيبقى عنده المكانة الأولى والعظمة فالمسيح سألهم وكلمة تتكلمون في المعنى بتاعها وفي بعض الترجمات جاية وتحمل أكتر من معنى تتجادلون تتصارعون لكن واحدة من المعاني اللي أول مرة أخد بالي منها أنكم بتدوروا على الحجج والأسباب لتكونوا في المراكز الأولى وكأنهم بيقولوا كل واحد في الحوار أنا اللي أستحق أبقى في المركز الأول وأتخيل طبعا ده مش موجود في النص بس أتخيل أتخيل أن يوحنى بيقول أنا المفروض أكون الأعظم والأول أنا التلميذ اللي قال عنه أنه بيحبه أنا التلميذ اللي بتكئ على صدره أتخيل بطرس يدخل في الحوار ويقول له لا يا يوحنى أنا اللي قلت الإعلان لما سأل مين الناس بتقول عني أنا قلت أنت ابن الله الحي قال لي تباك يا بطرس قال لي ابني على الصخرة دي الكنيسة أنا اللي من حقي أكون في المركز الأول أنا اللي قلت الإعلان أتخيل أندروس يدخل في الحوار على طول يقول له بطرس حبيبي أنا اللي جبتك أنا اللي جبتك للمسيح ولو ما كنتش أنت جيت ما كنتش هتعرف الإعلان ده يروح ما التدخل في الحوار اللهم بقول لكم إيه إيه اللي أنتوا بتقولوا ده إيه اللي بتقولوا ده أنا تنزلت كتير قوي أنا سبت شغلي وسبت أموالي وسبت فلوس وسبت حاجات كتير قوي أنا من أصحق أن أكون في المركز الأول أنا من أصحق أن أنا أخذ المكانة الأولى أنا من أصحق أن أقود من بعده قضية العالم صربها لنا المتكآت الأولى المراكز الأولى الأفضلية قضية كبيرة وعلى فكرة القضية دي أعتقد والروح التنفسية دي كانت موجودة يعني في متى عشرين قبل الصليب تقريباً بستة متى 18 قبل الصليب تقريباً بستة شهور لكن قبل الصليب بأيام قليلة بنشوف سلومة أم يعقوب ويحنة بتطلب نفس الطلب تقول له أنا عايزة واحدة عن يمينك وعن يسارك هي نفس الفكرة إننا نبقى في الأول إننا نقمن نفسينا إننا نقمن مراكزنا العظمة موجودة في الأماكن وفي المراكز وفي الإمكانيات ويقول الكتاب إن التلاميذ اختازوا اختازوا وللأسف للأسف الروح دي تصربت إلينا العالم زقها علينا العالم سممنا بيها الروح التنفسية بقت موجودة موجودة جوا الخدمة الوحدة موجودة بين الخدمة والخدمة وموجودة جوا الكنيسة الوحدة وموجودة بين الكنيسة والكنيس في نفس الطيفة وموجودة بقت موجودة مين الأفضل مين الأول مين الأحسن مين اللي هياخد السلطة مين اللي هيكون عنده الكلمة الأولى والأخيرة مين الناس هتنبهر به وتسقف له ده اللي كان موجود والمسيح حاب يصحح المفاهيم ولهم مهمة قوي تبقوا في المراكز الأولى في ملكوت الله مهمة قوي تبقوا عظماء في ملكوت الله بس مش بالطريقة لي مش ده المفهوم عشان كده طريقة التفكير دي المسيح حاب يصلاحها وعايز يصلاحها النهار ده في مدى 18 السؤال اللي سألوه السؤال متمحور حوالين الزات ودي القضية دي القضية العظمة والمكانة الأولى والمرتبة الأولى اللي وراها الزات هو ده العالم مش ملكوت الله لكن اللي عايز يبقى عظيم في ملكوت الله ده موضوع تاني خالص الأولى مرتبطة باتجاه قلبي اسمه الكبرياء دافعه الكبرياء دافعه الأنا كل ما أريد أن أسعى عليه مركزه هو أنا مش الله مش الخدمة مش الناس وده اللي كان موجود منذ الأزل السم ده ده خلنا فاكرين ظهرت بنت الصبح كيف سقطت ظهرت بنت الصبح في أشعية 14 وعدد 13 و14 بيقول وأنت كلت في قلبك أصعد إلى السماوات وأرفع كرسية فوق كوكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاص الشمال وأصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي الغرض من المكانة الأولى الغرض من المرتبة الأولى أن أطلع في حتة فوق ليه ما بقاش زيه وهو نفس الفكرة اللي خدع بيها حواء وآدم يوم اللي هتاكلوا فيه من الشجرة الله يعلم أن أعينكم هتنفتح وهتكونوا مثل الله تعلمانا الخير والشر هي نفس الفكرة الأنا الزات مشكلة الأنا هي المشكلة في العالم الناس بتسعى للحصول على المكانة الأولى بسبب الكبرياء والذات الثقافة اللي احنا بنعيش فيها ثقافة الأنا تفرج على الإعلانات تفرج على المسلسلات تفرج على عملات التجميل كل حاجة حوالينا الثقافة اللي موجودة في العالم اللي بنعيش فيه هو الأنا أنا أفضل أنا أحسن أنا لازم أكون في المرتبة الأونة لازم أحصل على أفضل شيء الكبرياء بيخليني أسعى لهذا النوع من العظمة وهي دي المشكلة المشكلة اللي تصربت إلينا والمشكلة اللي تصربت إلى التلاميذ أن هناك كبرياء جعل هناك تنافس لأحصل على العظمة وأتصلت على الناس عشان كده في السكة دي اللي جوال أتيتيود ده اللي جوال اتجاه القلبي ده في سعيه للحصول على العظمة بيدوس على الناس وأتصلت عليهم ويلغي شخصيتهم ويمحيهم ويستغلهم ليصل إلى المكانة بتاعتهم ده العظمة في العالم في مملكة العالم وأنا عايز أخذ معاكم مثل وأنا بحضر الخدمة دي أنا كنت بتعلم وربنا بيكلمني تقول له رب كرهني كرهني في هذا الفكر عايز أكره من جوايا فكر العظمة والمرتبة الأولى والمركز الأول بالاتجاه القلب ده رب حطه قدامي شخصية في دانيال حطه قدامي شخصية نبو خزنصر شخصية بتعبر عن من يسعون إلى المكانة الأولى وإلى العظمة وإلى انتزاع الإعجاب والأهات ومش عارف إيه والمجد من الناس بتتكلم عن الكبرياء وبتتكلم كمان على قضاء الله على المتكبر في دانيال أربع نبو خزنصر شاف حلم وجاب المنجمين والصحراء والحكماء عشان يفسروا له الحلم تقرأ القصة في دانيال أربعة ومعرفوش يفسرها فنادى دانيال وحكى لدانيال الحلم وشاف في الحلم أنه شاف شجرة كبرت وقويت وطولت بقى علوها إلى السماء وبعد شوية سمع صوت وشاف كده بيقول اقطعوا الشجرة وقلقوها وابتدى نبو خزنصر يخاف فسأل دانيال ايه الحلم ده فسر لي الحلم ده فدانيال فسر له الحلم قال له الشجرة دي هي انت وقال له أنه أنه الشجرة اللي طلعت دي وتعظمت وكبرت هو انت لكن كمان هتطقطعها وابتدى يقول له كلام في دانيال أربعة وعدد تسعتاشر شرح له القصة دي كلها وبعدين نبو خزنصر مش فاهم وانا عملت ايه غلط ليه ربنا عايز يعمل كده هي قصة بتتكلم عن الكبرياء ليه هو أنا عملت في عدد تلاتين بيقول عن نبو خزنصر عمل ايه بيقول كده في عدد تلاتين من دانيال أربعة أليست هذيه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي حط دورية تحيط دي هو ده الكبرياء أنا بابني أنا عايزة بأعظيم أنا عايزة مجد اسمي عملت ده بنفسي بقوتي بقدرتي والإيه لمجدي ليه أنا الأنا والذات الكبرياء الحكم والقضاء هيجي عليك ربنا مش بيسكت ربنا بيقاوم المستكبرين بيقاوم الكبرياء عشان كده الشجرة هتتقطع يا نبو خزنصر عشان كده اللي انت بنيت بابل العظيمة دي بقدرتك ونسبت كل إنجازاتك وكل اللي انت عملته ده لإيدك وإمكانياتك مش لربنا وعملته علشان نفسك لمجدي هو ده الكبرياء وكأننا بو خزنصر بيقول كل نجاح كل إنجاز أنا اللي صنعته ومن حقي الناس تسقف لي ومن حقي الناس تعجب بي ومن حقي أتصلت على الناس لأن صنعت ده بإمكانياتي وبقدراتي للأسف في بعض الأحيان ربنا بيستخدمنا وبيصنع بينا إنجازات عظيمة جدا ومرات يتصرب لنا هذا الفكر إحنا تعبنا وشقينا وعملنا وضحينا وكأن كل ده إمكانياتنا إحنا مش ربنا وفي الآخر بندور على المجد بندور على كلمة شكر بندور على حد يسقف لنا بندي نفسنا حقوق أكتر مما نستحق ده اللي حصل مع نبو خزنصر لكن الكبرياء لي قضاء الإنسان اللي بيفكر كده وبيعيش كده هيعدي بمرحلة صعبة هيتزل صدقوني الكبرياء بيزل وده اللي حصل مع نبو خزنصر قال له كده أنت هتاكل العجب زي الحيوانات وقلبك هيبقى قلب حيوان مش إنسان هتفقد إنسانيتك كبرياءك هيخليك تفقد إنسانيتك هتخليك تتصرف بلا عقل هتتصرف بغباء وهتزل وهتكون كالحيوان ده اللي حصل قال له كده إنك هتعتقلب حيوان مش عايز أطول في النقطة دي لكن هي نفس الفكرة أصح خمسة بتشوف ابنه نفس الفكرة ما تعلمش من اللي حصل الفجوه بوز الهيكل بوز بيت ربنا خد الأواني بتاعة بيت ربنا وسكر بيها وبوز عمل الله وبوز بيت ربنا والنتيجة في دانيال خمسة عدد ثلاثة وعشرين بيقوله كده وأنت يا بالشصر ابنه لم تضع قلبك مع إنك عارفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء وشاف إيد بتكتب على الحيطة في عدد خمسة وعشرين منة منة تقيل فرسين إيه منة دي منة يعني أحصى الله ملكوتك وأنهاه لو فضلت في تكبرك وبتنسب كل اللي ربنا عمله معاك والإنجازات دي لنفسك وبتستهين بعمل الله وباللي ربنا بيدهولك أنها الله ملكك تقيل بيقوله وزنت بالموازين فوجدت ناقصا فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس وانتهت مملكة بابل بسبب الكبرياء بسبب الكبرياء انتهت وإحنا لما بنكمل في تكبرنا وإحنا لما بنكمل عايزين المكانة الأولى بالمفهوم بتاع العالم اللي ورا الزات واللي ورا الأنا واللي ورا ما كانت فيه وقت فيه وقت يمكن نسمع فيه الكلمات دي منة تقيل فرسين كفاية نقطة انتهى حبائي الكبرياء هو أم الخطايا أم الخطايا اللي بالدمر أنا عارف الكلام اللي بنقوله وكلام صعب ويمكن النهار دا كنت جاي تتعزى بس عايز أقول لك احنا ربنا بيكلمنا عشان نراجع نفسينا ربنا بيكلمنا عشان نعمل وقفة كل واحد فينا يكشف اللي جواه انت محور حياتك وخدمتك وعلاقتك بربنا وعلاقتك بالناس ولا ربنا هو محور حياتك العظمة في العالم مبنية على قلب متكبر بينسب كل نجاح وكل إنجاز ليه لكن خلينا نيجي لموضوع العزة بقى العظمة في ملكوت الله مين العظيم في ملكوت الله مين الأول في ملكوت الله ربنا عايزنا نكون في الأول في ملكوته ربنا عايزنا نكون عظماء في ملكوته بس مش بالمفهوم بتاع العالم مش باتجاه القلب الخاطئ عشان كده المسيح علمهم عشان كده المسيح جاب ولد ووضعه في النص وابتدى يعلمهم ويقول لهم بقى العظمة مرتبطة بالاتجاه القلب الصحيح المكانة الأولى مرتبطة باللجوة وده تعليم المسيح في الموعز على الجبل بيتكلم على الاتجاهات القلبية المفروض تكون في أولاد الله في أبناء الملكوت اللجوة هو اللي بيحدد نوعية العظمة عظمة العالم ولا عظمة الملكوت مش كده المسيح حط كده في إنجيل متى 18 وفي مرقص 9 وفي لؤة 9 موضوع الطفل ده والطفل ده تعرفين الأطفال بيختلفوا عن الكبار الكبار عندهم إمكانيات يقدروا يعتمدوا على نفسهم لكن الطفل بذات وجاب طفل صغير ما عندهش أي إمكانية هو يحتاج أن يعتمد على آخرين يحتاج يعتمد على حد أكبر منه يصق في حد أبوه أمه حد تاني كبير يهتم بيه ويرعاه الأطفال عندهم مشاكل وعندهم مرات خبس ومرات لفه دوران وبيتخنقوا وبيتخصموا عندهم حاجات وحشة كتير على فكرة برضو بس المسيح اختار المثل ده لسبب في الأطفال هما طبعاً بتصلحوا بسرعة وبيغفروا بسرعة ودي حاجات إيجابية لكن هنا كان عايز يقول للطفل التواضع عايز يدي درس عن التواضع عايز يحط الاتجاه القلب الصحيح داخل التلاميذ عشان ينقل الاتجاه المنافس اللي هما بيتنفسوا مين يكون الأول للاتجاه القلب الصحيح إزاي يكون عظيم في ملكوت الله إزاي يكون الأول في ملكوت الله مش كده لما قالوهم مش تقدروا تدخلوا ملكوت السموات أصله المتواضع هو اللي بيكرّب خطيته المتواضع اللي هارف يروح لربنا ويطلب الغفران ده المتواضع لكن مش دي قضية العزة النهاردة لكن قضية العزة النهاردة هو العزمة الأعزم في ملكوت الله مين الأول في ملكوت الله الاتجاه القلب الصحيح اللي تكون عظيماً في ملكوت الله هو التواضع في مرقص تسعة يقول لهم كده إذا أراد أحد أن يكون أولاً فيكون آخر الكل وخادماً للكل منطق مختلف تماماً العزمة في العالم أنت بتبقى سيد الكل العزمة في العالم أن الكل يخدمك العزمة في العالم أنك تتصلت العزمة في العالم المكانة العالية العزمة في العالم الإعجاب والإنبهار المسيح بيقدم مفهوم مختلف تماماً يقول لهم العزمة والمكانة الأولى مرتبطة أنك تكون ايه اخر الكل وخادم للكل ده العظيم في الملكوت بس ده مش هتقدر تعيشوا بالاتيتيود او الاتجاه القلبي اللي فيه ذات وفيه كبرياء وفيه انانية الاتجاه ده هيولد منافسة لكن التواضع هو اللي يخليك تعرف تكون اخر الكل وخادم للكل واخر الكل بقى مش لان الناس حطيتك في الاخر مش لاني جابوك وحطوك كده في الاخر فمضطرة تبقى في الاخر مش مدين لك مكانة مش مدين لك دور لا هنا انت بيتكلم عنك ده اختيار باراضة حرة ان اكون في الاخر اختيار باراضتي ان اقف في الاخر وده اختيار صعب جدا اختيار صعب جدا ان انا بمحد اراضتي اقول انا هقف في الصف في الاخر